السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد على القناة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير انتم ما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غضي نقترح عليكم واحد حلوة او طرطة بمناسبة عيد ميلاد الابن ديلي غضي نشاركها معكم وتشوفوا الطريقة والمقادير اول حاجة ضروري كنحتاجوا واحد الجنواز لفيت اللي حدير صحاف فيديو سابق غضي نخلي لكم فيديو او غضي نخلي لكم عفوا نرابط اسفل الفيديو باش تلقوا الطريقة والمقادير لها الجنواز لفيت اللي حضرتها انا اختصرت الوقت لانه ضروري كان أكونها تحضير عندي مسبق ديال الجنواز عند ندزل المكونات اللي غضي نحتاجوا اول حاجة غادي نحتاجه في المكونات عندنا واحد لتر ديال الكريمة السائلة اللي خاصة بالحلويات يكون فيها لتر غادي نحتاج فيها انا ايطر لاروب يعني ما كاملش ايطر وغادي نضيف عليها ها واحد نصف كاس ديال السكر سانيدا الدور دي هاد السكر باش كديم تمسكه كسر هاد الشيالاش نضيفوه ممكن تصغنو عليه ماشي ضروري اول حاجة غايكون واحد البول عندي بارد مع الكريمة ضروري كتكون باردة هنحاول نخويها في هاد الإناء باش نطلعها ضروري كتكون باردة باش كتطلع معنا بوص سرعة ما كتتاخدش وقت سوفي غادي نخويها كاملة يعني ايطروا اللاروب غادي نخليه يمنوحة شوية سوفي ومن بعد غادي نطلع الكل جيدا هنضيفتك السكر هنحاول نطلع الكريمة حتى التماسك وتعقد معايا عدم توقف على الخفق كما كتشوفو رابدتك تطلع ما كتاخدش وقت لانها فيتا باردة مزيان سوفي هنا رابدتك تتمسك معايا كما كتشوفو هاد هو القوام ديالها غا نحاول نزول واحد تجمع القاتلة ثلاثة غادي نحتاجهم في الزين ومن بعد غا نضيف هنا ايا واحد الكراميل لاغوم او انك هاد الكراميل ممكن تنكوه باش ماجبكو كسبقها اختياري كيف ممكن تخليوها كريماء اديا سوفي كنخلط الكل حتى كتولي ذاك الكريمة بهاد اللون وكتولي متماسكة كما كتشوفو خانقين قلب الاناء ما كتتحولش تطيح سوفي من بعد غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي وغادي ندخلها للتلاجة حتى نبغيها ونجبدها ندوزو دبا باش نحضروا السيرو اللي غادي نسقوه بان شاء الله الجنواز غادي نحتاجوا واحد كاس ديال الماء او كاسونس كاس مع مرش ديال السكر غادي ندير الكل في واحد الكاسرون وغادي نديرو حتى كي يغلى تماما ويقول لي عندي سيرو متماسك ممكن نضيف الفاني ولا تنكهو باش مهجبكم سوفي هوا السيرو عندي واجد غادي نضيف عليه الكراميل بما انني غادي نسم كل شي بالكراميل غادي نضيف هنا واحد ملقة صغيرة وغا نخلط الكل جيدا ممكن تنسمو عفوا بنكهة ديال القهوة او اي حاجة هوا قهوة سريعة الدوابان سوفي غادي ندوزو دبا الطبقة المقرمجة اللي غادي نحتاجوا فضل طورتا هوا قلنانا غادي نحتاجوا 130 ديال الق respيمة وغادي نحتاجوا هنا البخاليني او او الكاراميل هوا 130 وغادي نحتاجوا 1 مئة وثلاثين ديل في وتين ومئة وثلاثين قرام faint ورا meeting في ناعر ت ferment قالم person هوا قريب أن ننفس طرف باش كيعطونا دك تقرميشة كتر صافي مبعد وغندير الشوكولات حتى هو يدوب الافيامي هي الاحتي كيولا عندي اشكل سائل صافي هنا غندوز باش هنا بعد ما تحمر طبيعة الحال اللوز والقرقاء غنحاول نقطعو طريفة صغار كما كتشوفو باش كي يجيون على شكل قطع هنا بعد ما قطعتو صافي ودوو دابش دك الشوكولات غنحاول ونضيف دك المكسارات اللي ذكرت معاكم الفيوتين والقرقاء واللوز ودك البخالي نحتوى غضي نضيفو مع الكراميل غضي نخلط الكل جيدا بها الطريقة كيما كتشوفو حتى كينسجمو كيولي عندي هنا دك تبقى المقرمشة واجدة ودائما الكمية كتبقى ليكم اختيارية ممكن تزيدو ممكن تنقصو صافي غضي نحاول ندخل دك المواد في بعض يدها كيما كتشوفو حتى نحصل على خليط صافي جبت هنا يا واحد الايطار او السيركل غضي اول حاجة غضي نحط طبقة اولى دي الجينواز دائري كمشتو وغضي نسقي بدا كسيرو اللي حضرت معاكم ضروري كنسقيو الجينواز جيدا باش كديناش نشفها صافي هنا راني سقيتها بزيان غنحاول نضيف عليها دك الطبقة المقرمشة اللي حضرت معاكم غنوزعها بهت الشكل كيما كتشوفو كنقد هنا بواحد المعلقة ومن بعد كنجيب دك الكريمة اللي حضرت معاكم غنجيب هنا واحد الببوش او واجيب حلواني باش كيساعدنا غنحاول نعم رمزيا بذيك الكريمة وبهت طريقة كما كتشوفو غضي نستمر حتى كنسري الدورة كاملة باش كتجينا ديك طورتها مقادة ما كتجيجي ها بتاوجيها طالعة من الافضل نستخدموه كيجي سهل في الخدمة كما كتشوفو على هالطريقة كنبقى نظور حتى كنسري لها ديك الكريمة بهت الشكل سوفي هنا بعد ما اخذ ديك الكريمة كنحاول نقدها بواحد سباتي او معلقة باش كيجينا مستوي الوجه ديالها كنحاول نقدوها بزيان سوفي هنا بعد ما قديتها هنجيب ديك فون هنحاول نضيف هذيك الطبقة دائما ندير بين كل طبقة او طبقة خليط ديال هذي طبقة المقرمشة صراحة كتجي فيها الديدة ورائعة ممكن تديروها ممكن تسغنو عليها ولكن من الافضل تجربوها بهذا المكسرات فعلا كتجي رواء هنا بعد ما درتك الطبقة المقرمشة كنحاول ندير القليل من الكريمة وغادي نوزها بالمعلقة كما غادي تشوفوا معايا باش منين ندير ذيك الجنواز متحاولش طلعي او تبقى متبتا لهذا كندير غير قائلة جدا غادي نحاول نوزها بالشكل كما كتشوفوا عاد نقدر نحط هذيك الطبقة التانية سوفي هنا قديتها غا نجيب ذيك الجنواز التانية وكنحاول نبركب اليد ديالي كما كتشوفوا باش كتتماسك وكنتلسق على ذاك الكريم سوفي غادي نسقيها بات الشكل كما كتشوفوا بذك تسيروا كل ما سقينا كان احسن باش كتجي نار طبقة كتر ما كتجيش نشفا سوفي هنا سقيزها تماما غا نحاول نوزع ذيك الكريم بنفس طريقة كما الشمعية في الاول كنعمر ذكي البوش وكنحاول نوزع بات الشكل هنستمر هكا حتى انسى لها سوفي هنا راني وزعتها وكنحاول نقض الوجه ديالها كنناخد الوقت الكافي ونحنا كنناخد وقتنا ونحنا كنقوم بهذه العملية هنرى نقض الوجه ديالها تماما كما كتشوفو وغادي نخوي ذيك الكيمية المتبقية كاملة وغا نحاول نوزعها في الوسط والجواني بهذا الشكل كما كتشوفو وغادي نقضها ونعود نخوي من قليل من الكريم اللي حضرت وغادي نحاول نوزعها بات الشكل كما كتشوفو صافي هنا وزعتها هنجيب الجنواز الثالثة تبقى الاخيرة ان شاء الله غادي نحاول نبرك عليها بزيان كما كتشوفو وغادي نزير ذاك الاطار وغادي نسقيها بدك سيرو المتبقي صافي هنا بعد ما سقيتها غادي نخوي ذاك الكريمة المتبقية انا نحاول نخويها كاملة باش نقض لوجه ديالها والجوانب صافي هاد هي الكريمة اللي كانت بقى لي صافي بحاول نوزعها وغادي نحيد ذاك الاطار باش يساعدني نقض حتى الجوانب وهنا غادي نوريها لكم كيفاش كاتجي ذاك الطبقات انا نحاول نوزع ذاك الكريمة على الجوانب والوسط حتى نقض لها بزيان بات الشكل كما كتشوفوه دائما كنحاول نجيب واحد سباتي كنقدم زيان الوجه ديالها ما نخلي بشي بلاسا ما فيهاش الكريمة نحاول نوزعها جيدا حتى نقضها تماما هنا بعد ما قضيتها ادوي الشكل ديالها اللي ما كناش مزروبين غادي نخليها واحد ليلة كاملة في المجمد ولكنها مزروبين على الاقل واحد ساعتين غادي نخليها في هاد الاثناء في تلاجه وغا ندوزه باش نحطروا واحد القلاساج اللي ساهله وبسيط ممكن تعتمدوا ولا تديروا اي قلاساج من الاختيار ديالكم انا غادي نخترجوا واحد القلاساج الساهل وسريع ما كي ياخدش وقت بزاق بانا اختارت هاد الكريمة كنت نقص منها واحد جوج ملقات كبار وضفت عليها الناباج غادي نخلط الكل جيدا وغادي ننكهو بالكرامل الاناني من الاول ليرا الكرامل في السيرو ونضرتوه في الكريم كدلك غادي نخلط الكل جيدا كما غادي تشوفو حتى كنحصل على اوحد اللون بوني تكساك يكون عندي واجد ضروري الكريمة كتكون طالعة من القبل وكننخلطها حتى كنحصله على هاد الشكل هو اللي غادي نحتاجه في الزين ان شاء الله وهنا بعد ما خويته على الكيك لك الكلاساج بهاد الشكل وكنديره على شكل الدميعات ومن بعد غادي نجيب واحد البوش غادي نحاول ندير واحد الوريضات بهاد الشكل دائما تزين كيبقى لكم تومة وكيبقى اختياري ممكن اي حاجة تزينوا بها ندير واحد الوريضات بهاد البوش بواحد الكريم وغادي نزين هنا كيبقى شوكولات شوكولات غيش نحاول المزعوفك بهاد طريقة وغادي نضيف عليه القليم الفيوتين دائما ودائما كيما قلت لكم يبقى اختيار تزين وغادي نوزع ذاك الفيوتين في الجوانب كذلك بهاد طريقة وهنا بعد ما زينتها كيما كتشوفو كتبت الاسم هيد ميلاد سعيد وجبت هنا ذاك شوكولات لشكل قلوبة بعد ما درته في ذاك القلب دي السيليكون وغادي نستفهم بات الشكل وهكا كنكون وصلنا نهاية الفيديو وكنتمنى تكون عجبتكم وهذا هو الشكل ديالها النهائي كنحاول نقرب عليكم وغادي تقدروا تبيتو هليلة كاملة او تحتفظوا بها اقل حاجة هي ساعتين كنتمنى تكون عجبتكم لفيديو تالي وماك في العداء ما تنسوناش